مرادية بل قال لهم من الناظور من بننصر إلى المرادية قال لهم هكذا لأنه استضافهم وأذكر في هذا السياق للتاريخ كنت أول من كتب مقال في أعتقل في 2006 أو شيء من هذا القبيل القضية التي قتلت محمد بوظياف وأنا ذاك رويض قصة أنه مباشرة ترد ما يسمى سفير البوليزاريوم المناسبة قال لهم من هذا قالوا لسفير الجمهورية العربية الصحراوية مش نعرف واش قال لهم لا توجد هذه الدولة خرجوه طردوه كان يريد إنهاء هذه القرية فأدى الثمن ولو وتيحت هذه الفرصة وانتهت هذه القضية لجنب الجزائر كثير من الخسائر اللي أنا عايشين فيها الجنرال خارد نزار مجرم كبير وسفاه بمعنى الكلمة مهندس الفتنة والكراهية مع المغاربة قاتل أكثر من هذا ليس فقط أنه تجاه أشيقان المغاربة بل حتى تسبب في حرب أهلية جزائرية كان الجزائريون يقتلون ويعذبون في السجون بوحدة درجة وحشية رجل كان صف ضابط عند الاستعمار الفرنسي ووالدو كان قايد عند فرنسا ويحقد على الجزائر أي ما حقد فهو مجرم وسفاه عليه من الله ما يستحق شنغريحا وتبون ثناء مهرج للأسف الشديد في دولة مثل الجزائر أصبح يحكمه هذا رئيس والآخر قائد أو رئيس أركانها والله لا يميز بين القد والبط تعرف هذا القبر لمن؟ هذا القبر لزعيمة سابق لميليشيا البوليزاريو عبد العزيز المراكشي قبر في الخلاء إلى حد الآن ربما هذا يلخص مآل هذه الأطروحة أطروحة الانفصال والله الأطروحة لن يكون لها قبر هذا على الأقل لنا عنده قبر الأطروحة انتهت وبلا قبر هذا هو تقديري لأن البوليزاريو الآن صارت تدافع عن مصالح عصابة الأبراهيم غالي وأربعين حرامين لمعا الأستاذ النور مالك شكرا جزيلا لكم على كل هذه التفضيحات وعلى أنك قبلت هذه الدعوة وأعرف الأجندا والبرنامج الحافل في أثناء زيارتكم للمغرب ومع ذلك قبلتهم دعوة مدار 21 شكرا جزيلا لكم شكرا لكم وتحية إلى جمهور مدار 21 وعلى لكم أيضا على هذا الحوار الجيد والمعني والاحترافي وسعدنا وتشرفنا بهذا اللقاء وبرك الله فيكم شكرا جزيلا لكم بهذا مشاهدنا الكرام نأتي لختام هذا النقاش مع يوسف بلهيسي نضرب لكم موعدا الأسبوع المقبل مع ضيفين آخر إلى اللقاء